جهود كبيرة يبدلها صندوق العمل تمكين لحفظ المال العام وصونه وتوجيه الدعم لمستحقيها على الوجه الأمثل نعم حيث تواصل تمكين تعزيز إجراءاتها الرقابية على طلبات دعم الأجور من خلال وضع خطة متكاملة لتوحيد كافة الجهود والوقوف على أي مخالفات أو شبهات متعلقة في استخدام الدعم من خلال التوظيف القانونية تأكيدا على الالتزام بتوجيه الدعم لمستحقيها على الوجه الأمثل تواصل تمكين جهودها في تعزيز إجراءاتها الرقابية من خلال وضع خطة متكاملة لتوحيد كافة الجهود والوقوف على أي مخالفات أو شبهات متعلقة في استخدام الدعم حيث تستمر تمكين التدقيق على المستفيدين من برامجها ضمن أطور قانونية تحقق من خلال الزيارات الرقابية والمتابعة مع الجهات ذات الصلة لاتخاذ أي من التدابير اللازمة حيث استطاعت تنفيذ أكثر من ألفين زيارة تفتيشية منذ مطلع العام الجاري مسؤوليتنا في قسم المراقبة والمتابعة في تمكين أن نضمن وصول الدعم للأفراد بسلامة بدون استخدامها بطريقة غير قانونية أو إساءة استخدامها وعلى هذه الأساس تم استحداث آلية جديدة تجمع بين المتابعة الشخصية من خلال الزيارات الميدانية وبين استخدام نموذج متطور في علم البيانات بحيث يتم تزويدها بمؤشرات تحذيرية اللي من خلالها نتعرف على الحالات اللي يشتبه وجود المخالفات فيها واللي يكون لها الأولوية في الزيارات وخلال النصف الأول من عام 2024 قمنا بأكثر من 2450 زيارة تفتيشية اللي من خلالها رصادنا 237 مخالفة طبعا الزيارة التفتيشية هي جزء الزامي في عملية المتابعة والرقابة على كل الموظفين المستفيدين من برامج دعم الأجور والأولوية تكون عندنا للحالات اللي نشتبه فيها بوجود مخالفة من خلال النظام الآلي اللي نستخدمه ويعطينا مؤشر تحذيري في وقت الزيارة نطابق المعلومات الموجودة عندنا في السيستم كالمعلومات الفعلية الموجودة في حال وجود اشتباه في وجود مخالفة نحاول المخالفة لقسم المخالفات حفظ المال العام هو مسئولية مشتركة على الجميع ومن هذا المنطلق تجدد تمكين دعوتها للجميع من المستفيدين وغير المستفيدين من برامج الدعم الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات عبر القنوات المخصصة لذلك والتي تشمل الخط الساخن 1-7-3-8-3-3-8-3 أو على البريد الإلكتروني report.تمكين.ph